أعلى هذه الهوية الساحيقة ووسط هذه الجبال الشاهقة نحيط منتزه السكون بمدينة تعز جبل صخري أصم في مدينة التربة تحول لمنتزه فيه غرف سكنية وممرات مائية وحتى مدرجات زراعية في تحفة فنية مدهشة أبدعها مهندس من أبناء المنطقة والساكنين خارج البلاد المدينة المعلقة أو المنتزه الأعجوبة مسميات يطلقها الزائرون على هذا المكان واكتسبها المنتزه من موقعه المميز على حافة قمة جبل يرتفع عن سطح البحر قرابة 1600 متر فضلا عن تصميمه المسطر بالطراز المعماري الشبيه بالتراث اليمني القديم شبه لا يقتصر على تفاصيل معمارية يعكسها شكل المنتزه الذي استغل الكهوف والشقوق فقط بل حتى ذاك الكامن في الدلالة التي يحملها هذا العمل والتي تؤكد قدرة اليمني على تطويع الطبيعة الصعبة التي لم تقف يوما أمامه السكون منتزه ينال زائره من اسمه النصيب الأكبر فالأجواء الساحرة والمناظر الخلابة تمنح رواده سكينة وراحة تدفعهم لقطع مسافات كبيرة للوصول لهذا المعلم السياحي والفريد في هذه المدينة التي تعكس طبيعة محافظة تعيزة القميلة يتوافد إليها العوائل وتوافد إليها الناس لقضاء وقت قميل وهادئ ومحاولة للاسترخاء وتجميع الذات في هذه المدينة الرائعة العيد مناسبة يحاول اليمنيون عامة اقتناصها لعيش لحظات فرائحية تخفف عن أرواحهم تخلفه الحرب وبالنسبة لأبناء المدينة المحاصرة تعيز يعد هذا المنتزه الوجهة الأولى لهم إن لم تكن الوحيدة وثلاث سنوات من حصار نعيش عيشة مكدرة لكن فضل الله فتح الضباب وخط الضباب ودخلنا التربة ونحن اليوم في السكون في أقمل مدينة تعز نرقو مداخلها ونزف أشجارها نلف حور ورودها التي ثلاث سنوات ما نلف ولا نشوف ولقد خرقنا خارجات مثل هذه لا الفن المعماري الحديث ولا ضجيج المدن الكبيرة ولا حتى صعوبة تطبيق المشروع في بيئة طاردة للاستثمار أبقت منتزه السكون فكرة حبيسة في خيال أصحابها بل نحته على الجبال مبدعين فأنتجوا هذه اللوحة الشامخة على جبال تعز